خلّد الذكر نساء ورجالا عرفوا الحق فمالوا حيث مالا فمن النسوة من خلّدها ذكرها في الخير قولا وفعالا منوه علّمنا يا ناعي عنه قَالْ مِثْلُ زَوْجِ الْمُرْتَضَى أُمَّ الْبَنِينَ من به نالت من الخير وصالا شَرِبَتْ حُبَّ عَلِي الْمُرْتَضَى فَرَأَتْهُ بَارِدًا حُلْوًا زُنَالًا لَسْتُ أَنْسَى عِندَمَا أَخْبَرَهَا بِشْرُعًا قَتْلِ بَنِيهَا وَالْقِتَالَا سَأَلَتَ عَنْ صِبْطِ طَاهَا هَا الْبَقِينَ أَوْرَأَيَا يَا آحَ نَهْبًا لِسْيَوْفِ وَاغْتِالَا لَسْتُ أَنْسَى عِنْدَمَا أَخْبَرَهَا بِابْنِهَا الْعَبَّاسِ من حازَ الْكَمَالَ آيَا حَمِدَتْ خَالِقَهَا لَمَّا دَرَتْ أَنَّهُ يَفْدِي حُسَيْنًا أَنْسَيْنًا وَالْعِيَالَا يَعْلَانِ يَبْنِي بِاللَّوَانِ شَجَّئِعَتْ لَصْفُقُ وَدَارَتْ حَلَاكْ لِقُامِيَا بِنِبِزَانُوِزْ ووجعت يم المشرع يا مجتوح لك مفضوخ راسك بالعمايات ودمومك يتسي ولا يقولون طبت النهاية يا روي فلعت عط ضامي وقلباياك يا الولد يشتعلني ما صار مثلك يا ضوايا عيني بالأخ لجلك لواصل بالبتشايا انهاري يقولون راسك يوم حط بحجره للقاع ردته يا عقل ويا ضيال عليك البيت يا عليك مثلك يا الولد تنذبه لا كان صدر بن البتوالة رضه الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العني العظيم عليه توكنت وإليه العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لكي تنجب إلي غلام يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلا صلوا على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد بكي تنجب إلي غلام يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلا بعد أن مضت مولاتي فاطمة من هذه الحياة الدنيا وليس هناك في مقام فاطمة من أحد بأمير المؤمنين علي بل أمير المؤمنين علي يقول الإمام لو لم يكون علي على وجه البصيرة لما كان لفاطمة من كف يعني فاطمة الزهرة لا يصل مقامها من الكف لأن يكون بعلا لها إلا أمير المؤمنين علي وانظر إلى إنتاجية علي وفاطمة إلى أي درجة إنتاجية أمير المؤمنين دائما تكون إنتاجية ماذا إيجابية هذا علي وما أدراك ما علي فتزوج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من بعد مولاتي فاطمة بوصية منها بأمان وبعدها تزوج بخولة الحنفية خولة الحنفية من هذه والدة محمد بن الحنفية نحن دائما نسمع محمد بن الحنفية من محمد بن الحنفية هو ابن خولة الحنفية بعدها أمير المؤمنين كان خارجا من المسجد فالتفت إلى أخيه عقيل قال يا عقيل أريدك في مسألة أمير المؤمنين إيجا إلى عقيل إحنا نريد نسأل ليش علي بن أبي طالب إيجا إلى عقيل وجعل شرط من هذا شرط في مسأله إلا طلبها منه التي طلبها من عقيل إيجا قال لبيك يا أبا الحسن قال يا عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب يعني السؤال المطروح لماذا أمير المؤمنين أقبل إلى عقيل لماذا أمير المؤمنين لم يخطب هو إلى نفسه لماذا ما راح إلى واحد غير عقيل ليش إجا أمير المؤمنين إلى عقيل لأن إجماع في كتب التاريخ على إن عقيل هو الأعلم بين العرب في أنسابها وأحسابها وأفخادها بل كانت العرب لما تختلف في نسب أو حساب أو مسألة كانت ترجع إلى عقيل فيبين لها ألفاب والحساب والنسب ولذلك دعاوية ماذا يقول والله ما لقيته إلا كرهت لقاءه وخفت جنابه وقل لي ابن العاص مع مروان ابن الحكم وقل لي وتخاف من عقيل ما خفت من أمير المؤمنين عليه ابن أبي طالب وتخاف من عقيل قال له يا ابن العاص قال لي يا ابن العاص في صفين لما حمل عليك علي ابن أبي طالب عرفت شلونت الصراف عزك الله قال فكشفت عن سوءتك فغض علي البصر وألوى عنان فرسه ومطاقك قال لي هذا عقيل تخصص كشف السوءات والعورات خلونا من عقيل لا تجيبونا إلى عقيل قال لي يا مروان ابن الحكم دخل عقيل وإحنا وأنا ومروان نكفيك عقيل قال لي لستم بكفء إلى عقيل قال لي دخله ولا علي أجيزوا خلوا يدخله سووا إلي مكان صوبي أول ما دخل عقيل قدم إليهم كلهم إهانة شنو قال السلام على من اتبع الهدى سكت وما قصدك يا عقيل بمن اتبع الهدى قال لي إن كنت من الذين اتبعوا الهدى فسلام من الله عليك وإن لم تكن فلعنة الله عليك تريد السلام لو تريد اللعنة قال لي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جلس عقيل قال لي مروان قال لي لي ما أغلظ قلوبكم يا بني هاشم إنكم لتنظرون إلينا لما آتان الله عز وجل شنو عطاك الله لما آتان الله عز وجل من ملك ومن شرف ومن سيادة ومن رياسة زين التفت عقيل إلى معاوية شنو قال إليه قال لي يا معاوية أهذا الوزغ ابن الوزغ الملعون على لسان الله ورسوله في القرآن الكريم مهذا مروان قال له بلى قال يا مروان هل تعلم لماذا سميت بالوزغ ابن الوزغ قال لي ليش قال لي لأن أباك كان يقوم بحركات كالوزغ يغمز عينه ويخرج لسانه فالتفت إليه يوما النبي وقال اللهم ثبته على هيئته فبقي على تلك الهيئة يقوم بحركات الوزغ والقرآن حتى مات وعتنت ريحته فضحك القوم على منه على مروان بعده وقف ابن العاس قال هكذا أنتم يا بني هاشم تدعون لأنفسكم أمورا ليست لكم قال وما هي قال لي قد أعطان الله الشرف والنسب والحسب ونحن سادات قريش قال لي يا ابن العاس إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظموا قال لي أريد أخبرك أنه وأنت الذي اجتمع على أمك عشرة من قريش في ليلة واحدة فلما حبلت وحملت وأنجبت تصارعوا فيما بينهم عليك فأخذك أخسهم حسبا وألأمهم نسبا من لا يحرف له أما ولا أبا ونحن نسلنا معروف إلى آدم صلوات الله وسلامه عليه نحن من نسل محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله 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 قال لي كسهمون كسهمنا سكت معاوية يقول إلى عقيل قال لي يا عقيل أنا ما ليه مسألة هذا ابن العاص ومنه ومروان قال لي يا معاوية تعرف الحمامة قال لي من هي الحمامة وقف عقيل بعد قبل لا يمشي أهانهم نفض رداء نفض بشك في وجهه قال اسأل عنها يخبرونك من هي الحمامة جمع كل النسابة قال من منكم يعرف الحمامة كلهم سكتوا قال اسأل عقيل عنها قال عقيل من قال لي عن الحمامة لازم اليوم ما تطلعون إلا ما تخبرون من هي الحمامة أقطعت ألسنتكم أم على رؤوسكم الطير واحد وقف قال يا أمير ألي الأمان قال لك الأمان والجائزة بس حلمني من هي الحمامة قال لي أأتي إليك وأسرك في إذنك قال لي أتكلم قال لي أطعو أني خلني أسرك بإذنك قال لي اسمع مني خلني أقول لك بإذنك قال أتكلم قال هي جدة قال لي أتكلم قال لي أتكلم قال لقد كانت هي ودارها أشهر دور للبغي والدعارة في الجاهل التفت إليهم قال ما قلت لكم ما لنا ولعقيل عقيل ما عند وراء علي بن أبي طالب عقيل يعرف كل ذرة فينا ولذلك يوم من الأيام كان يمشي في المدينة شاف عقيل تلعتم ارتبك وقل لي ما بك أيها الأمير قال عقيل مقبل قال نك فيك عقيل قال لحظة لا اختبأ خلف قوم خل كوم من القش مر عقيل عليه سلم على جنودة قال السلام عليكم لما وصل إلى القش قال ماذا تفعل يا ابن الحمامة خلف القش أتبيض هنا ومشاعدنا حتى يوم الأيام دخل عليه في الشام قال لو عقيل جاي يطلب العطاء قال خلوا ياخذ ما في الخزانة أجمع ما أريد التقوية عقيل وطلع من ديوان وراح إلى وين إلى داخل عقيل عالم بأنسى بالعرب ولذلك أمير المؤمنين الإمام ليس من شأنه إنه يدخل نفسه في أمور ليس لها من الكمال شيء لكن أمير المؤمنين جاي يطلب المسألة ليش؟ قال ولدتها الفحولة من العرب ليش طلب مسألة الفحولة؟ شنو معنى الفحولة اللي كان يقصد أمير المؤمنين؟ الفحولة لما تجي العرب وتقول بأن فلان فحل يعني شنو مولاي؟ الفحل إذا أطلقت العرب على رجل بأنه فحل يعني هو الرجل الذي جمع جميع الصفات الغور من أخلاق وشجاعة من ذكر قائم محمد فقام تعالوا موالية إلى الأمام الفحولة جميع الصفات الغورة الحق للمؤمنين محباط المحباط بأن الرجل إذا جمع الصفات الغر من أخلاق ومن شجاعة ومن كرم ومن سخاء ومن ومن هذه الأمور الراقية فضائل الأخلاق جمعها الرجل يقولون عنه ماذا بأن يلقبونه العرب بتلقيب مجازي فلان فحل استعمال مجازي بأنه جمع الصفات وهو فحل ولذلك قيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأنه فحل فحول قال لي أنا أريد لكي تنجب إلي غلام يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلا قال لي أين أنت عن فاطبة بنت حزام الكلابي وهو من شيعة ومن محبيك ومن مواليك يا علي وهو فحل ابن فحول أخ لفحول وأب لفحول قال لي يا عقيل أطلع واخطبها إليه خرج عقيل من المدينة المنورة راح إلى وين إلى العراق ما بين وين الكوفة والمتائم مضارب بني كلاب وكان حزام أمير مشايخ بني كلاب يعني أعلى درجة في بني كلاب كانت إلى منه إلى حزام جين بلغ حزام بأن ماذا عقيل مقبل إليه قال ألف كرامة إلى عقيل وألف ألف كرامة إلى منه إلى أمير المؤمنين عليه ولم حل عنده ضيف كانت من حادات العرب ثلاثة أيام ثلاثة أيام تخل الضيف على راحته بعد الثلاثة أيام تدخل تناشد الضيف تسأله وحزام من العرب الذين ما أغلق باب داره ولو لساعة باب داره دائما مفتوح حقيق في دار حزام مضيف أحسن الضيافة في جائلة قومه قال يا إخوتي ويا بني عمومتي وخؤولتي ويا قومي نبيك يا أمير قال أريدكم محلقين الرؤوس وأياديكم على مقابض السيوف أريد أدخل أناشد عقيل هذا أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا أخو علي الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين فارس بدر وحونين هذا مؤيفت يعني شنو محلقين الرؤوس يعني يرفع الإمام حتى مقدم الرأس ويش مقدم الرأس ويش والشعار يبين عندي بين المحاسن دخلوا على عقيل أثناء ركبتي حزام أمامه يده ليمنى على مقبض سيفه والأخرى بها الرمح الطويل وخلف قوم محلقين الرؤوس وأياديهم على مقابض السيوف وناشده شنو المناشده؟ قال إليه يا عقيل حللت أهلا وسهلا إن كنت جائعا أطعمناك عريانا كسوناك عازبا زوجناك فقيرا أغنيناك ظالا رددناك مستنصرا نصرناك مستجيرا أجرناك يا عقيل هذه روحي وأرواح إخوتي وبني عمومتي وبني خؤولتي وقومي بين يديك شنو قال إليه عقيل قال هكذا عهدي بك يا فحل قال هكذا عهدي بك يا فحل كفيت ووفيت يا حزام لكن ما عندي خير من ما عندك هذه لما يقول ما عندي خير من ما عندك وبعدين يطلع ما عنده شيء من الأمور يعني اللي يقول عقيل مو في مستوى الذي ناشده به حزام هذه تعتبر إهانة في حق المضي قال ما عندك يا عقيل خير مما عندي قال لي هات ما عندك قال أتيت خاطبا إذنتك فاطمة إلى أخي أمير المؤمنين علي سمع وقف قال لي يا عقيل أعد علي ما قلت قال لي جاي أخطب بنتك فاطمة إلى أخي أمير المؤمنين علي قال لي مهلا مهلا أنت شنو سويت بي شنو سويت بي أنت مهلا يا عقيل خرج من دار الضيافة وراحلة الحر كلابية زوجتي صيح يا كلابية يا كلابية شنو ردت عليه زوجة الفحل قالت لي يا حزام إن طعامنا جاهز الآن انقدم إلى عقيل كرامة لعقيل وألف كرامة لأمير المؤمنين علي مسكها من يدها قال لي هاتعالي هذا حقيل جاي يخطب بنتنا فاطمة إلى أخو أمير المؤمنين علي يا ليلة قد عرفت بهذا الشيء قال ليش لون عرفتي قالت قبل أيام بنتجتني قبل لا يصل عقيل إلى دارنا وقالت أمه رأيت مناما عجلا شنو شفتين بالمنام قالت نظرت إلى القمر قد نزل إلي في ليلة بدره وكماله القمر إجانب حجري وتبعته أربع أقمار مضيئة قلت لها بنيتي إن صدق ظني يتقدم لخطبتك سيد العرب والعجب وهذا هو أمير المؤمنين علي رجع حزام إلى عقيل قال لي عقيل ماذا تقول يا حزام قال أهو بعد قولك قول قال لي بعد لا يتعب روح أمير المؤمنين إحنا ناخذ بنتنا ونودها قال لي يا عقيل ليس من عاداتنا إحنا بيت أهل النبوة ومعدن الرسالة ليس من عاداتنا يا عقيل قال إحنا إن جيه ونخطب رجع إلى المدينة أخبر أمير المؤمنين علي وطلع علي بن أبي طالب عليه السلام من المدينة وراح إلى وين إلى العراق تعرف يا مولا حزام شنو سوى؟ حزام خل طارش قال من يأتني ببشارة علي بن أبي طالب له سيف سقيل وفرس أصيل وألف دينار ذهب أعطي ألف وكان ينتظر بدارة لحظات يا مؤمن وإذا بالطارش يدخل يقول لي يا حزام البشارة البشارة قال لي شنو البشارة؟ قال لي أمير المؤمنين علي حل في مضارب بني كلاب خرجت بني كلاب عن بكرة أبيها يتقدمهم حزام في استقبال أمير المؤمنين علي مسك أول ما وصل إلى علي بن أبي طالب يعرف منه اللجاي لزم واش ركاب؟ فرس أمير المؤمنين ومسك اللجام لما أراد أمير المؤمنين أن ينزل نزل على وين يا مولاي؟ نزل على رداء حزام كرامة إلى علي بن أبي طالب ودخل ثم أعلنها قال سبعة أيام أقيموا الولائم وأذبحوا الدبائح وأنحروا النحائر كرامة لأمير المؤمنين علي لأنه حل ضيفا في دارنا وأجر أمير المؤمنين عقد قران على فاطمة أم البني وطلع رجع إلى المدينة البعض فكر يا مؤمنين هذه اللي طالعة من صفحة الجيب قالت فاطمة أم البنين لما دخلت إلى بيت أمير المؤمنين علي شافت الحسن في زاوية والحسين في زاوية وزينب في زاوية يبكون على أمهم فاطمة الزهراء وأم البنين تصغر السيدة أم كلثوم في القبر الحسن والحسين أكبر من هاسم شنو الرواية لما وصلت إلى دارنا تسأل أمير المؤمنين علي تقول لي أبا الحسن سيدي من في الدار قال أبناء فاطمة ينتظرون قالت أبا الحسن كفيت ووفيت الآن جدوري جدوري أول ما فتح أمير المؤمنين الباب دخلت أم البنين راحت ترفع التراب من تحت أقدام الحسن وتخليه على رأسها تقول لي سيدي أبا محمد تقبلني خادمة عندك تروح للحسن ترفع التراب من تحت قدمي تقول لي سيدي تقبلني خادمة عندك تروح تقبل يد الحوراء زينة سيدتي تصدخي علي واجعليني جارية عندك تاخدها زينب وضمها إلى صدرها وتقول نحن معلى موعد معك يا فاطمة على موعد ويأت ومين المؤمنين يناديها بفاطمة قالت يا أبا الحسن لا تنادني بفاطمة لا تجتمع فاطمتان في بيت واحد تلك بنت محمد المصطفى من بلغ قاب قوسين أو أدنى وأنا بنت حزام شنو الناديت قال كنني بكنية جدتي جدتي والدة حزام معروفة بين العرب بأم البنين وأني موعدة ببنين فكنني يا أبا الحسن بأم البنين فعرفت في أوساط بيت علي وفاطمة ويش بفاطمة أم البنين وجدت الساعة حملت بأب الفضل العباد ولما جاه المخاض أمير المؤمنين يقول بني زينب وكل ثون ادخلوا مع فاطمة في مخاضها بعد ما في ولادة من ولادة أولاد علي بن أبي طالب وقف الحسن والحسين وأمير المؤمنين على باب الدار ينتظرون المولود ماكوا إلا للعباس إلا للعباس ولذلك الشاعر يقول لما دخلت أم البنين في مخاضها أم البنين بمن هتفتي عندما حمي المخاض وحكاية عفوا وحكاية بين الوصي وزوجه لما تكامل في الحشن براس أم البنين بمن هتفتي عندما حمي المخاض وباقت الأنفاس قالت بإسم الصبت قلبي هاتف حسين قالت بإسم الصبت قلبي هاتف فهو اشتياقا باسمه منه؟ العباس وإذا بصياحة طفل قد ارتفع تهلل وجه أمير المؤمنين فرح ساعة وإذا زينب خرجت والعباس ملفوف في خرق صفراء اتقل لي أبتاه انظر إلى أخي كأنه فلقة القمار قال لي بني زينب أعطيني ولدي العباس جيلي سميت العباس يا علي لا لا ويأخذ أمير المؤمنين يؤذن في اليمنى يقيم في اليسرى حرزة بحرزة يعودة بتعويدتي يقول لي أبا محمد احمل أخاك ويحمل الإمام الحسن يعودة بعوذتي وحرزة بحرزة يلتفت إلى أبو علي أبا عبد الله حسين احمل أخاك أول ما خلوا العباس في أحضان أول ما خلوا العباس في أحضان الحسين شنو سوى يا موالي فتح عيناه وأخرج يده من القمار يقول لي من هالساعة أبايعك يا نوري وضم الإمام إلى صدره ويقول مرحبا بحزام ظهري وحامل ويحمل أمير المؤمنين ويدخل على أم البنين يقول لي أبا الحسن انظر إلى ولدنا كأنه فلقة القمار ويشوف أمير المؤمنين يدموعها على وجنات أبا الحسن أفي ولدي عيد الحاشة أمن العيون قال ليش تقبل يدينا والناعمتين وتبكين ليش تنظر إلى عينها وتمسح عليها وتبكي ليش تمسح على هامتها وتقبلها وتبكي يا علي قال يا أم البنين يا فاطمة أقبل هاتين الكفين الناعمتين راح تقطع وهالعين الجميلة راح تخسف بسهات وهذه الهامة راح تفلق بعمام بكت أم البنين متى ذلك يا أبا الحسن قال عندما يكون ناصرا لولدي الحسين يوم لا ناصر له ولا معين تحول بكاء أم البنين إلى فرح شنو قالت؟ قالت هذا اللي راح بيض وجهي أمام فاطمة السحر وبيض وجهها العباس يا موالي لولا لما أراد الضعينة الزين لضعينة الحسين تخرج من المدينة إجت لأم وقالت إنزل إنزل من على ظهر جوادك إنزل بني عباس من على ظهر المحمل قال إنها سيدتي زينب قالت بني هادمت عودة على عز وعلى حشيمة وعلى دلال الله الله لا يبين المحمل بيها يا عباس بني عباس الله الله في أخوك الحسين لأنعمنك يا عينا بني عباس بحليبي عليك يا نور عيدي ماذا تريد إلي يا أم البنين قالت بيض وجهي أمام فاطمة الزهر أريد يوم المحشر إذا التقيت بفاطمة تقول بيض وجهك العباس يا أم البنين وبيض لولا يا مؤمن ورفع رأسها لولا ولذلك دخلنا عياء أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه ولا القناة طلعوا الناس من طلعوا أم البني وسئلة وينهم قالت زين العابدين خل إليهم بيت يبكون وينوحون واحد إلى تلك الدار أم البنين أرادت الدخول منعتها الجارية يلا نحن كنا أصحاب حوايج مولا وهذه باب من أبواب الحوايج وابنها باب من أبواب الحوايج الله يعطيك مرادك بحق أم البنين قالت لها الجارية يا حر لقد منعتني سيدتي زينب أن أدخل عليها أحد فهي مشغولة بالنياء قالت لها يا جارية امضي إلى زينب وقولي لها بأن أم البنين وأقف على الباء قالت سيدتي هناك حرة سمها أم البنين تستأذن بالدخول عليك قالت دعيها تدخل في صاحبة العزاء لما دخلت أم البنين ضجوا ضج واحدة منادين وحسيناء أخذت تنادي يا بنت علي وفاطمة أين أنت يا بنت الطير والصون وزينب أمام أم البنين قالت أمه ما عرفتني أنا زينب قالت الله يا بنت علي الرأس منك شاب والعين ذاب لي والجسم منك نحيل قالت يا أم البنين لا تلوميني لورت إلى أهوال عجب شنو يا زينب نظرت إلى أخي والحوى والخيول تطحن أضلاعه نظرت إلى رأسه وهو معلق على رمح طويل نظرت إليه وهو بلا غزل ولا تكفل صرخت ونادت وولده وحسيناء التفتات يلا يلا مولا وإذا شوف بنيهم خلي رأسها بين ركبتينها ودموحها تجري سلمت عليها لما سلمت عليها رفعت صوتها بالبكاء وإذا بأم البنين تنادي يا نسوان لحيدكم أخي صوتك أسلم ولا ردت علي قلب دمعات جرية هذه عروس الغاد الله هاد اسكينة صاحة أم البنين سامحينه يا اسكينة ما عرفنا بعدك عروس أو طرحنا لا طرش المظلوم جيناش على ذبحة المعرس حضارنا وحسين وقفت أمام زينب قالت يا زينب عندي سؤال شر السؤال يا زينب بيض وجهي العباس لو لا وإذا بزينب تنادي يم البنين الأربعة تشهد لكنا يلا يلا شباب ما صار في اليوث الحرايب مثل عب خل الأرض روسه جثته بمطه مادا روس الأعاد وضيج الميدان صا بيض وجهي لكن يا زينب بعد عندي سؤال ما هو يا أم البنين أريد عرف حالة الحسين لما راح إلى أخوه على أي حالة شلون راح إليه قال طلع من خيمة المظلوم حالة يبكي العين مسود الأرض عندي ما يجري يروح منه ظهر من حني لك جنة بالغ التسعي طب للمعركة ونادى روحي لجهي فدوة يا أم البنين حتى أملاك السماء ضجت لأجلي هذا شلون يا زينب رفعت روسه الأملاك تبكي والدمع يجري شنه اللي جرى في الكون يا جبريل ما تجري يقيلهم صرخة المظلوم الآن انكسوا خرجت أم البنين إلى أهل المدينة شنه تقول لهم قطعوا الرجى من ويلاما اسمع اسمع وصوفقوا على اليمن بلش شف اللذي تعطيكم المال في كربل قصها الجمّة عاشت حزينة كأيبة ابتدت على فراش المرات وقل لها زين العابدين ما بك يا أمه أم البنين قالت لا يلذ العيش من بعد أبيك الحسين يا حلي صيح راح اللي زهر بيتي بنورا كل يوم جي لزيارتي واني أزو وهس جفاني وارتح الشيخ وكل الأسايا أفماين فد الغالي بالأعمى قامت تحن والصيح وصارت مثل الخلاق وظلت رميّة على الفرش مدهوشة الباق وتمرضت وتحيّر السجاد بالحال وساكنة تداويها وعليها تنظم عشعة واش تقول سكاينة لأم البنين والصيح غيابك يا يمّة ما لفولك وتشابيديك يا حرّة تفتتت وعلاج مالك ما شوفي لجقوما يا يمّة نسلّم عليك وطير السعد عني وعني ترفرفوطا كنا؟ صدقات يمّة تفتتتو تحيّر السبّة عندي وصية يا زين العابدين تسمح مني ما هي يا أم البنين قالت له كان يحصل يا ضي وأعيني على هو إن كان أتلح حذب لتغسيل بالماء مثل الذي في الغادر يذوب حشاي رد تضلعها وما بقت مني بقي ولو كان ترك الماء الجايز يا مسلمي لو صيح عليكم تدفنون بغير تكفي لويش ما ريدني غسلو كثن بواسي منوحس ويلي على المذبوح برض الغال بعد وبالله دخلوا جنازتي في حر الشموع لجل الذي تمت جنازة بلا رؤس ظلوا ثلاثة أيام ما شقوا لعرموس والرؤس منه فوق رؤس السمهري سمح الوصية سمح الوصية بالشمس خلوني بلا فراش ولا ضلاء وثلاثة أيام تركوني فوق الارماء وبنعالد وسوني حبيب داس بالشمس خلوني بلا فراش ولا ضلاء وثلاثة أيام تركوني فوق الارماء وبنعالد وسوني حبيب داس وبنعال لن الحرم ضجوب صيحتهم سوية ما بين هي في عزاها الجر لونين لن المقدر نزل بها وحانها الحين ماتت يا شيعة وفي قلبها لوعة حسين ولي على المذبوح برض الغا وياي وياي حاسر بالأعمام يطلع بعدي البقية ويصيح مجاليج غريب الغا وعباس مجاليج وسواليج عزي ومن النجف ما جاء وحضر الإجداحل ساعد لي سكيانة وقفت والتفتت إلى كربلاء عباس أمك فرقت أنفاس إنهض يا حام حسين يا عباس أمك فرقت أنفاس إنهض يا حام حسين حفظ عباس أمك فرقت أنفاس إنهض يا حام حسين صوتك 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 عباس أمك فرقت أنفاس إنهض يا حام حسين علي علي عباس يا طودي الشرف وحصون كل ميت لازمها ليحضرون واليوم فاضت روح المحزون انهض يا حام حسين يا عبا عباس امك فرقة انهض صوتك ايه بعد واحدة عباس امك عباس يا طودي الشرف وحصون كل ميت لازمها ليحضرون واليوم فاضت روح المحزون انهض يا حام حسين يا عباس ايه بعد واحدة بصوتك عباس 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 امك فرقة انهض يا حام حسين يا عباس 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 امك فرقة انهض يا حام حسين بعد واحدة صوت ارفع حبيبي عباس عباس امك فرقة انهض يا حام حسين يا عباس لتك تشوف ام البانين الحراء عباس وقتل منازع من تصك في العشرة والصيح اه عليك يا ابن الزهرة انهض يا حام حسين يا عباس عباس امك فرقة انفاس انهض يا حام حسين بعد واحدة حبيبي عباس امك عباس انهض يا حام حسين يا عباس بالتضحية عند الخالق موصوفة بالتضحية عند الخالق موصوفة اسمع طيحت ابنها ماتهم وشفوفة بس الشاهد يرجع اليها الشوفاء انهض يا حام حسين يا عباس عباس امك انهض يا حام حسين يا عباس عباس امك صوتك حبيبي انهض يا حام حسين يا عباس ما قصرت واسترخص الظنها لجل الشاهد وهذا كل منها تتصور انهض يا حام حسين انهض يا حام حسين يا عباس عباس امك انهض يا حام حسين انهض يا حام حسين يا عباس انهض يا حام حسين انهض يا حام حسين انهض يا حام حسين انهض يا حام حسين عليها الصيح من تندبها واما الحاري مجيوبها شقتها والكربة ليه والصيح يا ظنوتها انهض يا حام حسين يا عباس عباس أمك انهض يا حام حسين يا عباس انهض يا عباس البطل مشكار واندهلاب السجاد نادي الأكبر ونادي على جاسم وعنو جعفر انهض يا حام حسين يا عباس انهض يا حام حسين يا عباس انهض يا عباس البطل مشكار انهض يا عباس البطل مشكار واندهلاب السجاد نادي الأكبر ونادي على جاسم وعنو جعفر انهض يا حام حسين يا عباس انهض يا حام حسين يا عباس مارا agent كذلك انك ت опасين يا حام حسين يا عباس صدره بن عال انهض يا حام حسين يا عباس عباس ما تخبر اخوانك بالحال جيبوا سيدور كافور جيبوا شيال وخبروا اللي دي داسو صدره بن عال صدره بن عال انهض يا حام حسين يا عباس عباس امك صدره بن عال انهض يا حام حسين يا عباس